اشتركوا في القناة اللي هي إن شاء الله نتكلم عليه اليوم وهو العمل جهاد العمل جهاد العلم جهاد الإيمان جهاد العمل فلا معنى أن تتعلم وتزعم أنك مؤمن وأنت لا تطبق شيئا من هذا الدين لأن الإيمان خصائصه هو اسمه أن لا يكون شعارا تلكه الألسل فقط أنت تقول أنا مؤمن ولا تستطيع أن تؤدي الصلاوات الخمس في المسجد وتوثر بقاءك في دكانك تبيع وتشتري والمؤذن وأذن أو أن تسمع الأذان في الصبح ثم تستسلم هذا إيمان لم يستطع أن يحركك من الفراش في الوقت الذي كان إيمان الرجال يزلزل الجبال كان بلال بكلمة لا إله إلا الله هذا ما أسكر الشرك كله يجرجر في الرمضان في الهاجرة في شبه جزيرة العرب في الصيف وتضع الصخور على صدره ويجلد ويقال له قل قل شيئا تسيء به محمد يقول أحد أحد فلا زالوا يعذبون ويقول أحد أحد فملوا وكلما ازدادوا له إلى من ازداد تذوقا لحلاوة لابتلاء في الله فانهزموا كله تمر عليه أبو بكر وقال ما لكم ولهذا أتبعون قال نعم قال بك قال بك زمد للثمن قال له حبا وكرما سأتيك بالثمن فقال له حينما سلمه الثمن وهذا الرجل يعتقد أنه إنما بالغ في الثمن فقال لو أعطيتني فيه أقل من ذلك لبيته إياك فقال أبو بكر لو طلبت أضعاف أضعاف هذا لأعطيتك في هذا وكان سيدنا عمر يقول في هذه الحادثة أبو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا فأصبح بلال سيد عمر لأنها ذرة مش شيء سهلا لمن كيش جبال في القلب دياني وهذا من اللي يغيروا هذا هو مال لربين صر بهم الدعوات أما شي شيء بحال الخش بحالنا هثاء كهثاء السيد ولذلك لا مجال للدعاء بأنك مؤمن وأنت تنهزم عياذا بالله عند كل فتنة صغيرة ومن الناس من يعبد الله على حرف الأمة شيئا ولا يغير من واقعك شيئا كما الإيمان تأتي حناية مقل الدين والسلام فما قال الله ورسوله فلا تبغي به بديلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمره لا خيار لا خيار الإيمان يقتضي تسليم لأمر الله الإيمان تنقش عال إذن فأول إن شاء الله تبارك وتعالى قاعدة يعتمدها الإيمان وهو أن تكون العقلية مرتبطة بالكتاب والسنة شاهد عدل على كل كلام يسمعه لابد من زينة كل سلوك قول فعل بالكتاب والسنة ونعكي وحد القاعدة إيمانية مهمة عن المؤمن واسمه اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال لابد من معرفة الحق أولا لكي تزن أقوال الرجال بالحق الذي تعلمه فالرجال عندك سواء علماؤنا فوق رؤوسنا لكن القاعدة تقول كل يؤخذ بكلامه ورد إلا هذا المعصوم صاحب القبر الذي لا ينطق عن الهواء كلهم كلهم وكلهم يقول مذهبي مذهبي واسمه هو كلام الله وكلام رسوله فإن خالف كلامي كلام الله فاضربوه عرض الحائط ولا كرامة وأنا بريء من يتعصب لي ولا يتعصب للحق هذه مهمة في التربية مهمة في التربية مهمة في التربية درت فيها سلسلة إلا تعاقلوا عليها واسمها السلسلة اللي درتها غاية المسلم بين قدسية الفكرة وتعظيم تضخيم الذات درت فيها سلسلة ودرت فيها قواعد وتمنيت كنت نقول لهم نكن نديرها في المسجد درتها في المسجد تعورش تمنيت قتلهم لو كان يتصابش واحد ويكتبها لأن الله تعالى يسهل وتحدثت عن قواعد عشرة تؤكد هذه القاعدة انطلاقا من قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا وسعج الله الشاكرين وقال أبو بكر من كان يعبد محمد فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت العبادة لله والحق ليس مرتبط بشخص ولو كان بشخص النبي فالنبي يجري الله عليه سنته في الكون سنة الموت إنك ميت وإنهم ميتون فيبقى الحق ويبقى الكتاب ويبقى السنة هذه القاعدة الأولى ولذلك عمار بن واه بالجمع حكي دخل عن المسجد وقال له عم صباحا يا محمد قال له لا لقد أبدلنا الله الإسلام تحية في الإسلام خير من تحية الجيل قل السلام عليهم لا بد من أن تربط كل شيء في حياتك بالدين تتغير الحياة منتعك كاملة باش بالدين من ناحية تعبن من ناحية تعبن من ناحية تعبن كيفية التعامل مع السنة في حلقات لو جمعات كيف نفهم سنة ودرتكم في المقر أنت عن النهضة كيف نتعامل مع القرآن عام ونصف هذا في الفهم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا اللول القاعدة الثانية أنت عن إيمان الحقيقي واسمه هذا يتعلق باش بالرأس بالعقلية ترتبط بالكتاب والسنة شاهدين عدل وكل كلام الآخرين لابد أن يشهد له بالكتاب والسنة ولا يشهد على الكتاب والسنة بالكلام الرجال عمروا مكان كلام البشر يشهد به على كتاب بل كتاب الله وسنة رسوله تشهد لكلام هذا بالصواب أو بالخطأ فكيف تغير الحال وأصبح الناس يشهدون للكتاب والسنة بكلام الرجال الرجل هو يقول لك هذه كتاب وهذه يا سبحان الله من جلبي تقول شيء القاعدة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى في المجاهدة إن شاء الله وهي دائما تعليم الحقيقية الثانية وهي تتعلق بالقلب وهو واسمه الثبات الثبات فالعقلية تتغير وفقا وفقا توجيه الكتاب والسنة كشاهد عدل على كل ما يقال في الصحة الفكرية والجلب واسمه أن يثبت عند كل الأحوال التي يمر بها الإنسان والإنسان يمر تقريبا بأربع حالات معروفة حالة زيد النعمة وحالة النقمة وحالة طاعة وحالة المعصية أضرب أضرب على كي يمر بهم الإنسان ويخش يثبت فيهم بأربع لو زل في إحدى هذه الحالات ما منظره أن الإيمان صوري وليس حقيقي ماشي حقيق أنا بدي إن شاء الله بالله أن يثبت عند المعصية يعصي الله فيثبت تعصيه لما تعصيش الله يا مؤمنا مؤمن كبير تعصي الله لما تعصيه تعصيه فإذا عصيت وكنت مؤمنا حقا فماذا وإلى ماذا يدفعك الإيمان الحق لما لما نموش بباشرة قلب المؤمن يرتجف خوفا من الله بعد المعصية ويندم ويدفعك إلى باب الله تقرعه بالليل والنهار تدعوه تجأر إليه تبكي تبكي لا إله إلا محمد رسول الله قالك سيدنا نوح مني قالوا سيدنا ربي إنه ليس من أهلك إني أعيضك أن تكون من الجاهلين كيقول بكم يتعم هو بك قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بإلم وإن لا تغفر لي واترحمني أكون من الجاهل يعني تخيل الناس وش عال كان إن الإنسان كان إذا عصى الله المؤمن واسم ودي واسم ودي يندم ويعود لأن الإمام حقيقي لأن الكون ترحي لأن اللي مشي عنده الإيمان عنده الفضحة كتحة حتى قال أحده إن شاء الله تبارك وتعالى قال هذا الكلام معروف إن المؤمن يرى المعصية زيد كأنه واقف عند أصل جبل والجبل يوشك أن يقع عليه يرى المعصية كأن الجبل فوق رأسه يوشك أن يسقط عليه فيرديه قتلا وأما المنافق اللي ما عنده إيمان يرى المعصية عياذا بالله كذبابة وقعت على أن فيه فهشها هكذا عندهم الفضحة كالطحة القلب ميت الكلتور ما يحز صلوا منك يجل المعصية ولذلك كان بعض السلف رضوان الله عليه إذا حدث وأن عصى الله تعالى في مكان تعرفوا اسمه سرينة لا يمر بذلك المكان الذي عصى فيه إلا حتى لا يذكره بالأيام الخوالي التي تجرأ فيها على حرمات الله فلو حدث أنه نسي ومر من ذلك واسمه سقط مغشين عليه غلام هذا غلام كسمه غلام نسي ذات مرة فعاد من طريق قاطعها لأن في تلك الطريق عصى الله في يوم فلما وجد نفسه في غفلة منه أنه في تلك المكان التي عصى الله فيه سقط مغما عليه مغشيا عليه قد تذكر المعصية فيخاف الله أن يهجم عليه يوم القيامة من هذا الباب أما سعيد من عامر الجمحي رضي الله عنه هو عامل عمر على حمص على حمص فشكا أهل حمص سعيدا لسيدنا عمر فرحل عمر وكان رضي الله عنه وارضا يراقب بشدة هؤلاء العمان فذهب إليه فشكا أهل حمص سعيدا ثلاثا قالوا يا أمير المؤمن أنه شكوه 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 اسمه فيه ثلاثا وبعدها من قبل من قبل قالهم جيبوا لله إحن تعالفو قراء ديال الحمص عمر جيبوا لله إحن ديال الفقراء ديال الحمص فقرأ أول فقير شكون هو سعيد ابن عامر جمع قالوا كيف هذا خليفتكم هو اللي كتبته لي هو الفقير قال والله يا أمير المؤمن ما عنده حاجة من أول كم من فينا عاد قال المو بش شكوه صغل يا أنه يخرج إلينا حتى تطلع الشمس مع الظحر الثانية لا يخرج إلينا بعد العشاء الآخرة والثالثة لا يخرج في الجمعة حتى ينتصف النهر غلي يكون قد يجي صلي والربع يأتيه في بعض الأحيان حالة غريبة يجلس معانا فإذا به يسقط مغمن عليه ولا نعرف السبب فقال أجب يا سعيد على الاتهام هذا بكرين الناس كانت تتهم الناس ما هذا نحن يتهم الناس اليوم على من هذا كلال غريب كلال هذا ما يتهم هم مش على أن لا نتهم ملح واج ما عارف شي قال أجب لماذا لا تخرج في اليوم حتى تطلع الشمس يعني مرض قلوا الله وددت أن يكون الأمر سريلا بيني وبين ربي أما وإنهم قد سألوك فلا بد أن أجيب يا أمير المؤمنين ليس لي خادم ما عندنا خادم لون كان غانا وزوجا ولذلك أنا لا أخرج إن شاء الله حتى أقوم بعجني نعجين نعجين ونقوم بالخدمة دي نقدر نعاول المراد يلي عاد ونخرج قال له أفهل اتخذ خادما يا سعيد قل له من نجب باش اتخذ خادما أس أتريدني أن أرز أبيت مال المسلمين بنفقات ثانوية الأمة هي في أمس الحاجة إليها فماذا نقول لربنا إذا سألنا عن الفقراء أبيبي يا حبيبي يا الناس اللي غد تلقى الله سعى على خير قال زيد الثانية زيد كذاك يقع شاست نعم كيقول له وحد الناس كذاك ظني فيك يا سعيد جزاك الله خير زيد الثانية قال لا يخرج إلينا في الليل قال حتى هذه كنت أود إن شاء الله أن تكون سير بيني وبين ربي أما وقد سألوك فلابد أن أجيب يا أمير المؤمنين إني قد جعلت النهار لخلق الله وجعلت الليل لربي يا عمر قال قال كذاك كذاك ظني بك يا سعيد الليل يا سيد ربي قم الليل الثالثة قال زيد ينجم على يخرج حتى ينتصف النهار أجيب يا سعيد قال له حتى هذه كنت أريدها أن تكون سرا بيني وبين ربي أو ما قد سألتني فإني لابد أن أجيب إن سعيد هذا عاملك على حمص ليس له إلا ثوب واحد يخرج به طوال الأسبوع وصباح الجمعة يغسله وليس له ثوب يستل سوءته ليخرج بين الناس وينتظر حتى يجف فإذا جف خرج في منتصف النهار ليقيم في الأمة صلاة الجمعة فدمعت عين عمر قال كذاك بظن بك يا سعيد والنسي اسمه كذاك ظن بك يا سعيد والربعة أشدد قال تمر عليه بعض اللحظات لا نعرف ما الذي يحدث له يدخل في غيبوبة قال حتى هتي كنت أريدها أن تبقى سرا بين وبين وربي أما وقد سألك عنها الجمع فلا بد أن أجيب يا أهدي والشهد شهد هو الذنب تذنب وتثبت أنك تولي ربي قال له حغرت في يوم قبض فيه على خبيب بن عدي في مكة في المدينة فصلبوه صلبوه وكان أبو سفيان وأنا ومجموعة من صنادر قريش يقولون لخبيب وهو مصلوب يا خبيب أتحب أن محمدا الآن في مكانك نعذبه وأنت في فراشك لا تصيبك شوكة قال فانتفض كانتفاض الأسد الحصور فقال لا والله لا والله لا أحب وأنا بين أظهركم أن يتنام إلى سمعي أن النبي وهو بين أهله أصيب بشوكة فقال أبو سفيان عجبا لأصحاب محمد ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد المحمدة فرفع سيدنا خبيب يديه فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وشتتهم قددا فقال سيدنا سعيد وهو يحضر هذا وكان لازال لم يسلم قال فإذا بأبي سفيان وأصحاب من الصنادير سقطوا على بطونهم يظنون أن دعوته ستصيبهم وإنما يريدون أن يفلتوا منها فسقطوا على بطونهم وكلما ذكرت هذه الدعوة التي دعاها علينا فإني لازلت أخشى أن تصيبني من أن تفكر هوا سمسون هوا سمسون أغيب يدخل في غيبوة قالوا سيدنا عمر الإسلام يجب ما قبله والتوت وتجب ما قبلها ولكنها القلوب الحية القلوب المفعبة بالإيمان إذن هذه الثانية الثانية مسألة الثبات كان الثبات فاش في المعصية ما معنى الثبات في المعصية الوغش ما معنى الثبات في المعصية يقولوا لي الثبات في المعصية ما معنى الثبات في المعصية ما معنى الثبات في المعصية أيها أن تعود إلى ربك ما الذي يجعلك تعود إلى ربك الإيمان الحقيقي ما الذي يفرز والإيمان الحقيقي عند الذنب بالنسبة للمؤمن الحق الندم الندم يحرق قلبك فيدفعك إلى باب الله تعالى مستعتبار ثانيا الثبات عند الطاعة كيف يثبت ليس عن الطاعة زمن اللي كنت الله تعالى رح ثابت ولا ماشي ثابت اهدنا الصلاة المستقيم وانت في الجامعة وكانت صلي هذا عنوان ثبت ولكن إمن يتكون تتعى الله تبارك واته هل تحتاج إلى ثبات عند الطاعة هل تخشى على الزلل وانت تطيعه الله هل تخشى لا تثبت وانت تطيع الله تزكي وتصوم وتحجي وكذا وخيف على روحك إن شاء الله إذن هل تخشى وانت في الطاعة ان تزل قدمك تخافنا من خارج طبعا صدر باش يقول الذين يوتون ما أتوا وقلوبهم وجله أنهم وإلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت عايشة يا رسول الله هل هذا الرجل ولا الإنسان ولا المر الذي يشرب الخمر ويزني ثم يخاف يخاف أن يعاقبه الله قال لا يا ابن تصدق إنه الذي يصوم ويصلي ويقوم ويتصدق ويخاف من الله أن لا يقبل منه هذا الفرق القلب الحي اللي عنده ما الحقيقي كلما عامل صالحا إلا وراء أن هذا العمل لا يليق بجلال الله قام به عياذا بالله فيه نقص كثير ولذلك شرع لنا وسن لنا أن من وراء كل طاعة نقترفها أن نبدأ مباشرة بالاستغفار كأننا بإذن الله نرى أن العمل الذي تقربنا به إلى الله فيه خلل فيه خلل فيه خلل ولذلك إن شاء الله تبعلك الثبات عند الطاعة واسمه أن ترى نفسك دائما في الطاعة مقصرا وأن تستغفر الله كثيرا زين وأن لا تصاب بالعجب والغرور فكثير ممن يطيع الله زين يصاب بالعجب والعجب والغرور يحبط الأعمال قالت عائشة لأن أبيت الليلة نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا وفذلك يقولون العارفون والعلمات على التربية يقولون رب سيئة أحسن عند المرء من حسنة قالوا كيف قال السيئة التي تقترفها فتجعلك تندم وتغير سلوكك مئة في المئة وتعود إلى ربك وتستقيم خير من حسنة تصاب بسببها بالعجب والغرور فيحبط الله عملك إذن هذا الثبات في الطاعة واسمه أن تظل مع الطاعة تزيد قلبك وجل حيي من كل تقصير تراه في عملك لا تزكوا أنفسكم الثالث إن شاء الله الثبات تزيد عند عند نقمة المصائب والبلايا في مالك وفي أولادك وكذا 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 الثبات هنا واسمه يطلب الثبات واسمه آه الصبر جزاك الله أصبر بشري الصابري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمواء والأنفس والثمرات وبشري الصابري بشري الصابري الصبر هو أن يحبس النفس عن الجزاء جيكشي حاجة شديدة تهبس نفسك عن الجزاء مضرار أو لما شي مضرار مضرار أو لما شي مضرار المصيب مضرار أو لما شي مضرار مضرار بزار بزار وتصبر ما معنى تصبر تجاهد نفسك لحبسها فلا تظهر الجزاء فلا تظهر الجزاء إنما يوفي الصابرون أجرم غير حساب إنما الصبر عند الصدمة الأولى لا تشكون الله إلى خلقه إذا ابتلاك فإذا ابتلاك فذاك عنوان حبه إلاك يا ربي يبقى كله ما يصبر جاعد أنه يقال له يا رسول الله أنا عندي غيه الباس قرني ما يجي تصلي أنا خلط المراب لا الباس أنا أمرتي مش تركي الفتش ادعو الله يرزقني مالا قال وليس لك أسوة في نبيك قليل تؤدي شكر أخر من كثير لا تطيقه فذهب فعاد في اليوم الثاني فقال فيعيد النبي الجواب والثالث فقال اللهم ارزقه مالا اللهم ارزقه مالا ما أقدرش ما أقدرش للفقر ما أصبرش ما أصبر فارزق المال ومعدي واسبق قاله سعرفون تمام القصة الله يحفظه يستر من يصفت له من يأتيه بالزكاة وبجمع هذه يجمع هذه وشفوا بالزكاة وقال له ما هذه إلا جزية أوختها يقول له ذك الصحبي يا أخ لا دار شرك اسمع ما يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم تزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكنوا أربي لا يقول قال له ما هي إلا جزية أوختها أو رطيف أو رطيف أو رطيف أو رطيف فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يقلبون ما رطيف وكانوا يعطوني ربي والله حتى بقى نديل الخير وكانوا يعطوني ربي والله حتى وش تعرفوا وش حمي قلالي هذي ومني واحد ولا ما تعرف كان ما زال ما مشوش الاسبنيور والفرانسا وكذا مش حالهم مسكي إنجلس وأنا أشيال أشيال وأشيال وكي من اللي مشاوا ما يتبين وش قال تعرفوا قش يبان ولا ما تعرفوش حدا يزيروا عادي يبان كي نشوف رب اللي هذي سبعطاش الآن من اللي كذا ونشوفه جاي يقول نجيت نشوفك سبيل الله أسدي مرحبا بنا بس يكتبه وخير كذا ونرد الكاسطة ونقول هذا هو اللي كان يقول لك يا ربي يسلي الأمور ونمشي نقطع تم وندل الكواغط وكذا غادي ندل وغادي نعرف المساكن وكذا وكذا ولك هو يقول لها نجيت نشوفك سبيل الله مزيال الحمد لله تبارك الله وفتر يقول او دير عندي واحد قضية او يفتح لك القضية ايو انت باش في نكش قال من نهارات انتا قال عشرين عام قال انتا زمان التالاذ اللي وقيت هذه سبحان الله سبحان الله اذا هذا صبر يا كاسيدي اوه صبر وانت حبيس النفس عني جالز انما الصبر عند الصبر الأولى كما قال النبي لتلك الأم التي مات ابنها فظلت تبكي عند قبره ياك عند المصيبة كايش حاجة كايش حاجة فوق الصبر ولا مكان وش كايش حاجة فوق الصبر واسموية ها اه زيد زيد فوق الصبر واسمو الرضا وش تصبر الرضا ترى ما يقضيه الله هو الخير لك فأنت تميل مع ما يريد الله لك وترى أن ما اختاره الله لك هو الخير لك فلو أنك بإذن الله خرق الله لك حجب الغيب فرأيت ما يقضيه الله لك لرأيت أن ما يقضيه الله لك هو الخير هو الخير ترتفع على الرضا 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 فكايش حاجة فوق الرضا الواقع عنقلب تيلاء إن شاء الله بلوث المصائب كايين الصبر نتاع المؤمنين كايين الرضا درجة فوقها وفوقها واسمو كايين الحمد كي اسموية الشكر فوق الرضا الشكر زيد على الرضا واسمو الشكر تشكر الله على كل حال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله هذا اسمهم الحمادون والحمدون يدخلون الجنة بغير حساب هل اسمهم الرسول الحماد صلاته هل اسمهم الحماد هل اسمهم الحماد مشغي كثير الحمد لا يحمدون الله على كل شي في الصراء والذراء لأن المؤمنين المؤمنين يحمد الله عن النعمة ومنين تصب النقمة واسمو يصبر يصبر هذا هو المؤمن لكن الحماد وشكون هما يحمد الله عن النعمة زيد ويحمد الله على النقمة أكثر من حمد يشكر الله حينما يقع في ورطة أكثر من شكره لله حينما يوجد في النعمة فلقد قال عبد الرحمن بنوعوف إنا حينما بتولينا بالضراء صبرنا وحينما بتولينا بالضراء لم نصبر ما معنى لم نصبر من نرب بتلنا بالبصائب وذك شي صبرنا ولكن من بتلنا بتلنا لأخر لأن نعايم وذك شي ما صبرناش ما صبرناش تنافسنا ها تنافسنا إذن هذه الثالثة الثبات عند المصيبة صبر عند المؤمنين غرضا عند المتقين وحمدا عند الشاكرين درجات 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 لإمام أحمد حينما وقف كالجبل والطوض الأشم حينما زاغ كثير من العلماء وخافوا بش السلطان في فتنة خلق القرآن ضرب وكيحي هذي يقول للآخر حتى خشي على تبانها أن يسقط فسأل الله تعالى فاستمسك تبان ولشدة ما ينزل به الضغاط من عذاب يلهبون به ظهر الإمام الأجل إمام أحمد كان تنامذته يبكون فلما فرج الله سألوا هذا السؤال يا إمام كنا نبكي من شدة ما نرى ما ينزله بك الضغاط من عذاب وأنت كنت تبتسم وتضحل سمعوا الجواب قال أنتم كنتم ترون يد الجلاد وأنا كنت حينها أنظر يد الجواد أنتم تشوف أنتم ما تشوف شكور تشوف الألم وأنا واسبه كنت تشوف جزاء الله لمن ثبت في مثل هذا الموقف إذن هذا فوق المصيبة الرابعة الثبت عند النعمة فكيف تثبت عند النعمة قول أخويا كيف تثبت عند النعمة تشكر إن شاء الله تبارك تشكر وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور كيف زعمت تشكر النعمة على البصار والنعمة على الصحة والنعمة على الأولاد والنعمة على الدين والنعمة على هذه الاجتماعات الطيبة التي وفقك الله لكي تحضرها وتحضرك الملائكة وتباهي بك الملائكة يعني خير كثير من كان يتدبر هذه الأمور كيف تشكر إن شاء الله تبارك كيف تشكر ها كيف تشكر تقول الحمد والله تقول الحمد والله على نعمة البصار ومن اللي تخرج وانت تشوف في النساء دي الله حرام من اللي تخرج وانت عينك في الحرام بحال اللي ربي يعطي هالعين وقال لك يا الله يا الله افتح مع الله حرام أعطيك ربي النعمة دي الله وذنين الحمد والله يا ربي وش حال واحد ما يسمعش أنا كان أسمع سيد النملة الحمد لله الحمد لله أنا من يشوف اللي ما يسمعش والله يحفظ يشتر الناس كانت تكلم وهو بقال سمع تقول أنا ما أسمح ولي أنا غير لس أنت عم عم زيد أنا ما أسمع لكم موال وغير سكين أغ سي هم حال تقول سيد ربي هذ النعمة أرمي أغلب بوبين دخل الله غير كلام قبيح ولذلك من كان يعتقد أن شكرك على النعم ينحصر في قولك الحمد لله فهذا عياذا بالله ليس بالشكر ولا يكون شكرا إلا إذا كان منبعث من قلب يعرف أن هذا من الله ويدفع كذلك لاستعمال النعمة فيما يرضي صاحبها وقل اعمال آل داود شكرا وقليل عبادي الشكور فالثبات عند النعمة أن تلهج بالحمد والثناء على المنعم وأن تعرف قيمتها من قلبك وأنها من الله وأن تصرفها فيما يرضي الله فللشكر ثلاثة أركان عرفان بالجنان وثناء باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا هو الشكور إذن هذا القاعدة الثانية لما الأولى أن يتغير العقل وفق منهاج الله الكتاب والسنة تزين به كلام البشر فعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال مستقل يا أخي مستقل يا أخي مستقل ما يشريني لها الحركة ولها الجماعة ولها شي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول كله يوخذ من قبل إلا صاحب القبر شو 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 المجاهدة شو يسعني عرف مجاهدة الشرعية الثانية إن شاء الله تبارك واتعالى القلب القلب واسمه ثبات ثبات فاج في أربع حالات فالثبات عند المعصية القلب حينما يكون قلبا مملؤ بالإيمان الحقيقي يدم ويحترق ويدفعك إلى التوبة مباشرة عند الطاعة أن لا يرى في الطاعة إلا توفيق الله ويخشى أن لا يقبلها الله لتقصير الذي حصل منك فتسترسل بعد الطاعة في الاستغفار قال تعالى في كتابه إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كيف أشكلوا بالليل واسمهم قايمين وما يستغفروا لأيش يستغفروا زمان كانوا قايمين زمان حمد الله قال يستغفرون في الأسحار لأنهم كانوا يرون أن قيامهم اعتراه نقص كبير وغفلة كبيرة ويقصوا يبقوا ويستغفروا على ذاك القيام سبحان الله ثم الثبات عند المصيبة ماشي الصبر والرضى والشكر كنا نتكلم على كل واحدة أخرى هذه كلام أخرى نذر كنا نتكلم على المجاهل إن شاء الله الرابع إن شاء الله تعالى واسمه كين النعمة النعمة حينما يرزقك الله نعم كبيرة واسمه الدير فصاحب كل نعمة محسود فلابد إذن أن يحصنها بالشكر فدوام النعم واتقيدها بشكرك لله لإن شكرتم لأزيدنكم والشكر على النعمة هي عرفان بالجنان بأن الواحد المنان هو الذي أنعم وما بكم من نعمة في من الله بقلبك بقلبك ثم ثناء باللسان ثم إن شاء الله تبارك وتعالى عمل بالجوارح يعمل بها بالجوارح والأركان هذا قاعدة الثانية والثالثة هي العمل والرابعة هي الطبخية هي الإيمان الحقيقي إن نتركها إن شاء الله إلى كتب سيدة ربي للحلقة القادمة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء بشغين عرفوا هذا الإيمان الحقيقي مع العلم الحقيقي كيف يحركك للسلوك الأقوم الأمثل أنت على الإسلام الوسطي الذي يعطي لي كل ذي حق الحق يمشي عن سيدة ربي بإيمان 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 لم يعبد الله بشيء أحب إليه بالعلم لولما الربانيين الربانيين فنسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير يا رب العالمين